السلام عليكم ومع تتمت ستصحيح المسألة من انتحان وطني دورة استدراكية 2019 ثالثا أليف السؤال يقول بين أن لكل إكس من أغنجما أن أف إي بريم لإكس لأن المشتقة الأولى للدالة أف هي 8 عامل لإكس ناقص 2 عامل لإكس مربع ناقص 2 إكس زائد أربعة عامل على إكس مربع ناقص 4 الكل قسمة إكس الثلاثة إذن هذا هو السؤال إذن للإجابة على هذا السؤال فإننا سنحتاج إلى مجموعة من المعارف التي رأيناها في الدرس من بينها أولا مشتقة مجموع دالتين U زائد V بريم فإننا نكتب مشتقة الأولى زائد مشتقة الثانية النقطة الثانية التي سنحتاجها هي مشتقة الجداء U في V إذن نقوم باشتقاق العامل الأول لإدال الأولى في V زائد U في V بريم النقطة الثالثة هي مشتقة U مربع إذن تساوي 2 في U بريم في U وآخر أو نقطة أخرى مشتقة الدالة الجدرية التي على شكل AX زائد B على CX زائد D إذن هنا سنستعمل تقنية محددة لها بسيطة جدا يمكن استخدام أيضا تقنية حساب مشتقة خارج حدوديتين ولكن أنا أفضل هذه الطريقة لأنها بسيطة جدا نكتب محددة A, C, B, D ونقسم الكل على CX زائد D من بين النقطة التي أيضا سنحتاجها هي مشتقة U يعني عندما تكون هنا U مرفوعة S دالة إذن فإننا نشتق تلك الدالة ثم نعيد كتابة U كما هي إذن نبدأ على بركة الله في الإجابة على هذا السؤال يمكن للتلاميذ بما أننا فقط مصحح امتحان استدراكي فإنه لن أعطيكم فرصة مباشرة تتبع معي أو ممكن تخذوا فرصة للبحث وتعاودوا الطريق كيش مشكي لأن هذا التصحيح هذا فهو موجه لتلاميذ هذه السنة وللسنوات المقبلة إن شاء الله إذن يمكن لك تضغط على Pause وتفكر ومن بعد تقوم بمقارنة سألجواب ديالك مع الحل المقدم إذن على بركة الله نبدأ في إعطاء الحل إذن F' لX فإنها ستساوي بما أن التعبير كما قلنا عبارة عن 2 وهي F' 8 عامل على X-2 على X الكل مربع في X-4 يجب أن نشتق هذا التعبير هذا التعبير مكتوب على شكل مجموع إذن لدينا هنا 2 وعدنا هنا الحد الثاني هو 8 عامل لX-2 على X الكل مربع X-X-2 إذن هذا هو الحد الأول وهذا هو الحد الثاني إذن سنشتق الحد الأول لهو 2 و2 عدد ثابت يعني مشتق السفر إذن لدينا عبارة عن كتب السفر زائد وهناها التعبير عبارة عن جدء عند اشتقاقه نخرج هذا العدد الثابت لهو 8 إذن زائد 8 ونكتب بين قوسين X-2 على X الكل مربع في X منوصير X-4 ثم نتابع إذن نجد أنها تساوي إذن هاتسفر عندما ندلو بها ندلو هنا 8 نفتح معقوفة هكذا ثم نطبق قاعدة تعميل أو قاعدة اشتقاق جداء دالتين بحيث أن هذا التعبير الأول أو هذا الحد العامل الأول العامل رقم واحد وهذا Exponential هي العامل الثاني العامل الثاني يعني على شكل U في V إذن نطبق لنجد أنها هي X-2 على X الكل مربع هذه كلها بريم في Exponential X-4 زائل X-2 على X مربع في Exponential X-4 ونسدوا المعقوفة عندما تنسوها إذا نسيتوا المعقوفة هاتس تقعوا في أخطاء إذن تساوي 8 نعود نكتب المعقوفة هكذا ثم أشتق هذا التعبير هذا التعبير مكتوب على شكل ماذا؟ مكتوب على شكل U هذا التعبير هنا مكتوب على شكل U أس إتنان إذن لقيام باشتقاقه سبق وأن ذكرت بالقاعدة القاعدة هي 2U بريم في U إذن هنا في السابق هذه القاعدة U أس إتنان بريم هي 2U بريم في U إذن أطبقها هنا لأجد لأجد 2 عامل على X-2 على X بريم في X-2 على X الأس ما غيبقاش أس إتنان غيبقى واحد ثم أتابع زائد X-2 على X هذه غيرت أتركها كما هي وهنا مشتقة هذا التعبير إذن لاحظوا جيداً أن هذا التعبير مكتوب على شكل ماذا؟ مكتوب على شكل U أو E-S-U E-S-U إذن تذكرت بE-S-U كيف أن نشتقها؟ E-S-U هي U بريم في E-S-U يعني E-U إذن ندير هنا U بريم في E-S-U إذن نكتوب هي X-4 بريم في X-4 ثم أعود لأتابع الحل إذن 8 عامل على 2 لاحظوا جيداً هذه الكتابة كما قلت فهي تشبه هذا التعبير هو AX زائد B على CX زائد D وقلنا كيف نشتق هذا التعبير؟ نعود إلى التذكير هنا إذن هذا التعبير نستعمل المحددة إذن نكتب A في D ناقص B على CX زائد D كله سيثنان نحيذو إذن هنا إذن سأكتب سأكتب هنا المشتقة هكذا سأكتب هنا المحددة الواحد معامل X ثم معامل الآخر أو الحد الآخر ناقص زائد عدد إذن سفر الكل نقسمه على X الكل مربع ونتابع الأمر أخرى إذن تبقى لها X ناقص 2 على X زائد X ناقص 2 على X الكل مربع مشتقة X هي 1 مشتقة ناقص 4 0 إذن ما يبقى والغة سأكتب أخر X ناقص 4 ستنعقوف بهذا الشكل ثم أتابع لأجد أن النتيجة تساوي 8 هنا 2 وهنا 1 في 0 0 ناقص 1 في ناقص 2 إذن تعطينا زائد 2 إذن تصبح 2 في 2 2 2 2 4 إذن 4 على X مربع عامل X 2 على X في هنا ربما نسيت نسيت نعتذر نسيت هنا X ناقص 4 هنا أيضا X ناقص 4 هنا أيضا X ناقص 4 عذرا إذن X ناقص 4 زائد X ناقص 2 على X الكل 2 X ناقص 4 هكذا تلاحظ أنه هنا يمكننا التعميل X ناقص 2 على X X ناقص 4 إذن هل 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 نديره إذن هل نخرج هذا التعبير كعامل مشترك هذا التعبير كعامل مشترك نعمل به إذن بعد أن نعمل به نجد أن هنا 8 هنا X 2 على X في X 4 يصبح عامل على هنا 4 على X مربع وهنا يجي عندنا X 2 يعني ستبقى 1 زائد X 2 على X هكذا ثم أتابع لنجد 8 X 2 على X في X 4 عامل على بعد توحيد المقام هنا هنا X 2 وهنا 4 زائد X ضربناها في X إذن X 2 2 2 X وبالتالي لاحظوا أن هذا التعبير يمكننا نكتب المقام في المقام لقى X 2 تعطينا X 3 في المقام وبالنسبة البسطة نديره 8 عامل على X 2 نذهب إلى هذا العامل الأخير نسبقه هنا ونرتب الحدود X مربع 2 X زائد 4 ثم X منوسية X 4 وهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا السؤال نمر الآن إلى السؤال الموالي السؤال الموالي يقول تحقق أن لكل X من أغ السؤال الموالي يقول هنا إذن سؤال الموالي يقول ب تحقق أن لكل X من أغ أن X مربع ناقص 2 X زائد 4 أكبر وقطع من 0 لاحظوا أن هنا لدينا طريقتين الطريقة الأولى كما قلت هناك طريقتين الطريقة الأولى يمكن أن تكون عارف طريقة دراسة إشارة حدودية من الدرجة الثانية إذن إذا إذا كنت تبكر من دراسة إشارة حدودية من الدرجة الثانية لن تجد أي مشكل في هذا السؤال وذلك عن طريق ماذا عن طريق حساب المميز إذن لابد نكون نعرف المميز دلتا بيوز اثنان ناقص أربعة آصي من بعد ما نعرف الإشارة دياله إذن نحدد إشارة دلتا يعني وشوى موجب سالب أو من عدم ثم من بعد نستنتج نستنتج جدول الإشارة جدول الإشارة ثم هناك طريقة تانية الطريقة التانية هي الالتجاء إلى أو اللجوء إلى إحدى تقنيات التعميل مؤمن بينها يعني المتطابقات الهامة المتطابقات الهامة إذن سوف نلجأ بإذن الله إلى الطريقتين سنحل هذا السؤال باستعمال الطريقتين إذن نبدأ على بركة الله الطريقة الأولى إذن الطريقة الأولى أنقول لدينا أنتم فقط منزمين بطريقة وحدة لدينا فقط لنمسع المدارك ونعتبرها فرصة أيضا لتطوير معلومات إذن لدينا دلتا كي يساوي أول حاجة قبل أن نحصر دلتا دلتا كنا نعرفها هي بوس إثنان ناقص أربعة سي لنقص الحد في التعبير أو في الحدود هي أ هي واحد ب هي ناقص إثنان والس هي أربعة إذن أغنضر بطريقة عددية دلتا تساوي ناقص إثنان الكل مربع ناقص أربعة في أ لهي واحد في الس لهي أربعة إذن نجد دلتا تساوي أربعة ناقص ستة عشر تساوي ناقص إثنى عشر إذن نحدد إشارة دلتا إذن بالنسبة لتحديد إشارة دلتا إذن لدينا دلتا فهو عدد سالب إذن ماذا نستنتج نستنتج أن إشارة إشارة الحدودية إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد أربعة هي إشارة أ وهذا ألك يساوي واحد واحد موجب قطعا إذن إذن مهما يكون إكس من أغ فإن إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد أربعة زائد أربعة أكبر وقطع المنصفر نذهب الآن إلى الطريقة الثانية وهذه الطريقة تعتمد على استعمال تقنيات التعميل ومن بينها هنا في هذا السؤال المتطابقات الهامة إذن لدينا إكس أس إثنان ناقص إثنان إكس زائد أربعة كما تلاحظون هنا لدينا بداية متطابقة هامة إذن ماذا ينقص المتطابقة الهامة إكس إثنان ناقص إثنان إكس ينقصها واحد كيفاش نعرف أشنون كينقصنا إذن لدينا نقسم هذا العدد على إثنان إثنان قسم إثنان يعطينا واحد إذن نقول بأنني نقص نكتب إكس إثنان ناقص إثنان إكس زائد واحد إذن صافي إذن هنا نكملت المتطابقة الهامة اللي خاصاني هنا عندي أربعة وهنا كتبت واحد إذن هات أربعة ماذا حال بقى منها بقى منها ثلاثة أو يمكن اللي تكتب ناقص واحد زائد أربعة والنتيجة دائما ثلاثة ثم أتابع أعمل هنا لأكتب إكس ناقص واحد الكل إثنان زائد ثلاثة لاحظوا بأنه لدينا لكل إكس من آغة فإن إكس ناقص واحد الكل إثنان أكبر من صفر مزيلا إذن هات تعبير موجب ومن لكل إكس من آغ إكس ناقص واحد مربع زائد ثلاثة أكبر من أو يساوي ثلاثة ونعلم أن ثلاثة موجب قطعا إذن لكل إكس ينتمي إلى آغ إكس ناقص واحد مربع زائد ثلاثة أكبر وقطع من صفر ومن هو الخلاصة لكل إكس ينتمي إلى آغ إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد أكبر قطعا من صفر هذه الطريقة الثانية إذن نكون بذلك قد أجبنا نمر الآن إلى السؤال جيم سؤال جيم يعني هذا السؤال يعني يجبنا لابد ناخد مساحة أخرى نشوف هنا مساحة كافية نعم إن شاء الله سيكون كافية إذن جيم ماذا يقول السؤال السؤال يقول بين أن تناقصية تناقصية قطعا تناقصية قطعا على المجال على المجال سفر إثنان المفتوح على اليسار والمغلق على اليمين وتزايدية وتزايدية قطعا قطعا على كل على كل من المجالين ناقص لا نهاية سفر و اثنان زائد لا نهاية طيب إذن نبدأ على بركة الله بالإجابة إذن أول حاجة كيف نستنتج الرتابة من أين نستنتج الرتابة إذن هنا استعمال دل المشتقة لتحديد رتابة دل إذن هذه الأمور أو المهارة القدرة اللي خستك تكون تمكن منها إذن خستكم تمكن من المسألة يعني تحديد تحديد رتابة دل انطلاقا من إشارة مشتقتها إذن أدو يعني أدو هذه الفكرة ديال السؤال إلا ما تتعرفش أنه يمكن لنا ندرس الرتابة ندلق من الإشارة والطريقة كيف فأنا ولن تتمكن من الإجابة على هذا السؤال إذن نبدأ على برقة إلا في إجابة لدينا لدينا فبريم لإكس كتساوي ثمانية عامل على إكس ناقص إثنان عامل على إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد أربعة في إكس فنصير إكس ناقص أربعة الكل على إكس أس ثلاثة إذن إشارة إشارة أولا قبل ما ندوز الإشارة فبريم نقش شوية التعبير لعندنا تقعدنا هنا ثمانية هذا موجب إذن هذا التعبير فهو موجب قطعا أكبر قطعا من 0 هذا التعبير أيضا أكبر قطعا من 0 وهو إكس ثلاثة آوم إكس دعا أناقص ثلاث ede أربعة هذا التعبير أيضا موجب قطعا إذن قلينا ثمانية موجب قطعا قتلنا إكس ثلاثة إكس ثلاثة هنا The Warehouse عدد فردي يعني ممكن ممكن يكون سالب ممكن يكون موجب ممكن نعرف بأن الدالر ما معرفه في صفر و هنا اكس ناقص اثنان ايضا حتى هو ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب على حسبه اكس اكبر من اثنان او اصغر من اثنان اذا بطبيعة الحال هنا ده بقى نستنجو بأن اشارة اذا نقول اشارة 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 اف بريم لايكس هي اشارة اكس ناقص اثنان على اكس والثلاثة ما بقية العوامل كلها موجابة اذا هذا التعبير نضلت اشارتها و اشارة هذا الخارج تقتصر فقط على اشارة الجداء اكس ناقص اثنان في اكس اذا و اشارة اكس ناقص اثنان و اشارة اكس ناقص اثنان اكتب بالابيض افضل اكس ناقص اثنان على اكس والثلاثة هي اشارة اكس عامل لاكس ناقص اثنان لماذا؟ أضرب هنا في اكس تصبح اكس اثنان A4 وهنا치 اكس عامل لاكس اثنان اوه Experience اكس الاثنان على اكس والثلاثة تساوي اكس عامل على اكس الاثنان الكل على اكس والثلاث إذن يمكن لنا فقط ندرس إشارة البسط لأن هذا موجب وكننا عرفون أن X يخالف 0 إذن فإشارة هذا الخارج هي إشارة هذا الجداء اللي هو X ناقص عامل لX ناقص 2 طيب إذن بسهولة الآن يمكن لنا أن ندرس الإشارة حسب الحالة إذن أعطونا في المجال الأول إذا كان X محصور بين 2 و 0 يعني ينتمي المجال 0 و 2 ماذا يعني ذلك؟ يعني أن أولا قبل أن نأضطره نشوف هذا فينك عادة بعد إذن لدينا قبل ذلك لدينا X عامل لX ناقص 2 تساوي 0 تكافئ أن X يساوي 0 أو X يساوي 2 مزيلا إذا كان عامل في 0 و 2 إذا كان X محصور بين 0 و 2 ماذا لدينا؟ لدينا X ناقص 2 أصغر من 0 وأكبره قطعا وأكبره قطعا من ناقص 2 يعني أن هذا التعبير سالب و X أكبره قطعا من 0 إذن أولا عندي تعبير موجب وهذا التعبير هذا اللي هنا هي سالب إذن عدد موجب في عدد سالب فيكون سالب إذن ومن ومن X عامل لX ناقص 2 أصغر من 0 إذن ببعناه أصغر من 0 إذن ومن لكل X ينتمي إلى المجال 0 2 F' X أصغر من 0 إذن ومنه F ومنه F تناقصية تناقصية قطعا تناقصية قطعا على المجال تناقصية قطعا على المجال 0 2 نذهب الآن إلى المجالين الأخرين أول مجال نبدأ به هو ناقص لا نهاية 0 ناقص لا نهاية 0 إذن لدينا X أصغر من 0 و X ناقص 2 أو منه X ناقص 2 أيضا سيبقى أصغر من 0 أي أن X عامل لX ناقص 2 سيصبح موجب ومنه لكل X ينتمي إلى المجال ناقص لا نهاية 0 فإن F' لX عدد لهو موجب قطعا وبالتالي و تزايد قطعا على المجال ناقص لا نهاية وبالتالي F تزايد قطعا قطعا تزايد قطعا على المجال ناقص لا نهاية 0 طيب الآن نمر إلى المجال الأخير وهو المجال 2 زايد لا نهاية إذن بالنسبة للمجال 2 2 زايد لا نهاية إذن لدينا لدينا X فهو أكبر من أو يساوي 2 يعني أن X ناقص 2 أكبر من أو يساوي 0 و و X فهو موجب طماتيكم بما أنه أكبر أو يساوي 2 فX موجب إذن أو منه لكل X ينتمي إلى المجال 2 زايد لا نهاية فإن X عامل لX ناقص 2 موجب في موجب يعتبر موجب إذن F F تزايدية تزايدية قطعا على المجال أيضا 2 زايد لا نهاية إذن الخلاصة الخلاصة هي أن F تزايدية قطعا أو F تناقصية قطعا على المجال 0 2 وتزايدية قطعا على المجالين على المجالين أو على كل من المجالين على كل من المجالين ناقص لا نهاية سفر و 2 زايد لا نهاية الآن نمر إلى السؤال دال يعني الجذول الذي تعرفون لطبيعة الحال هكذا فقط أحتاج إلى سطرين هكذا والعمود الأول أخصصه في السطر الأول أخصصه ل X وهنا تغيرات F وهنا نكتب مجال تعريف ناقص لا نهاية زايد لا نهاية غير معرفة في السفر إذن خطين متوازين بهذا الشكل وبالنسبة للإثنان فهو عدد مهم لأنه الدالة كما قلنا تغير الرتب لها على المجال سفر إثنان وإثنان زايد لا نهاية الدالة زايد على المجالين ناقص لا نهاية سفر وإثنان زايد لا نهاية وتناقصية قطعا على المجال سفر إثنان بالنسبة لنهايات النهاية عندما يقول X إلى ناقص لا نهاية فهي تساوي إثنان صورة إثنان بالدالة F فهي كتساوي أيضا 2 لأنها هي 2 زائد 8 2 ناقص 2 على 2 لاحظوا هنا هذا العدد ركان X إذن عوضناه ب2 الكل أس 2 فإكس فنوسيال 2 ناقص 4 هكذا 2 ناقص 4 ناقص 4 هذا سفر كامل إذن تبقى 2 إذن نكتب هنا 2 الميت في زائد لنهاية رهية زائد لنهاية ولميت في سفر زائد وسفر ناقص بجرهم زائد لنهاية زائد لنهاية إذن هذا وجد والتغيرات أتمنى أن يكون واضح الآن دزول إلى إنشاء المنحانة آخر سؤال أو سؤال رقم 4 إذن نتهينا من السؤال 3 بأسئلتها الجزئية الآن نمر إلى السؤال الرابع والتي يقول لك أنشئ السي في المعلام أو إيجي أو إيجي قبل ما ننشئ المعلام فنشئ المنحانة لابد أن نذكره بالمعلومات المهمة شفناها في الأسئلة السابقة أول معلومة هو أن السي يقبل اختار فقط المعلومات المفيدة يقبل مقاربا عموديا عموديا معاذلته إكس يساوي السفر بتأويلها نداسي كأننا شفناها في الأسئلة السابقة السي أيضا يقبل مقاربا هذه المرة أفقيا معاذلة إيجري يساوي إثنان ولكن بجوار ناقص لا نهاية معلومة أخرى هو أن السي يقبل يقبل مماس أفقي عند النقطة عند النقطة عند النقطة إثنان أف إثنان ولهي إثنان تسميها أغ أيضا نقطة أخرى لماذا هنا قلت مماس أفقي لأن في جدول التغيرات كما تلاحظوا هنا الدالة هنا قيمة دونوية وعدنا الدالة المشتقة هنا ستنعادل في إثنان إذن فعندما تكون أف بريم ديل إثنان تساوي السفر إذن هنا ممكننا نقوله تكتعليل أف بريم ديل إثنان فهي تساوي السفر هل تشعلاش عندنا هنا مماس أفقي المعلومة الرابعة والتي ستكون مفيدة أيضا هو أن السي يقبل يقبل فرعان شلجميا فرعان شلجميا اتجاهه المقارب محور الأراتيب بجوار زائد لنهاية إذن لدي المعلومات الرابعة كلهم سنوضفوهم إن شاء الله باش نحلوه أو نشؤوه للمولحالة إذن أول حاجة نرسم المعلوم إذن بعد رسم المعلوم نبدأ الآن بالنقطة الأولى وهي أن السي يقبل مقاربا عموديا مع عادلته X7-0 إذن هنا وكيفما تتلاحظوا ممكننا تستعملوا لون مغاير باش نبينوا هاد هاد المقارب العمودي اللي هو هادا X7-0 اللي هو بالضبط محور الأراصيب ظلا لها هذا الشكل X7-0 مزيان ثم عدنا مقارب أو عدنا نقطة ثانية وهو أن سي يقبل مقارب أفقي معادلة Y2 بجوار ناقص لنهاية ثم ننشئ هذا المستقيم بهذا الشكل Y2 بشكل أفقي هكذا هكذا هذا هو Y يساوي 2 جيد ثم بعد ذلك النقطة الموالية أن السائف يقبل مماس أفقي عند النقطة A2-2 إذا قمشي النقطة A2-2 هذه هي النقطة A2-2 هنا ونرسم لدينا هنا مماس أفقي في هذه النقطة ثم عدنا فرعش الجامي باتجاه محور الأراتيب بجوار زائد لنهاية إذن نبدأ رسم هذا الملحنة بهذا الشكل هنا كيف ما قلنا الدلة تزايدية ومقاربنا أفقي إذن ستبدأ قريبة من هنا تصعد هكذا لهذا الشكل ثم تناقصية من سفر إلى سفر إثنان هنا عدنا مماس أفقي ثم عدنا فرعش الجامي باتجاه محور الأراتي بإذن الدلة هنا تزايدية هكذا أنا رسمت أمان ولكم يعني أنتم إمكانية توظيف الأحاسيبة لمعرفة نقطة أخرى ممكنة ولكن هذا الشكل يعتبر مقبولا كرسم لهذه الدلة شكرا على حسن انتباهكم نتقي مع تتمت باقي الأجزاء شكرا على حسن